الخيرات تهدينها كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعالنا يزيل الشقى والهم عنك ويطردوا ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشردوا ولكننا من جهلنا قلى ذكرنا كما قل منا لله التعبد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فحتطي الأوزار عني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضبت أناملي وقرعت سني أجن بزهرة الدنيا جنون وأقطع طول عمري في التمني ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني أحبتي في الله ما هو حال المؤمنين عند ذكر الله وما هو حال المؤمنين عند تلاوة القرآن آيات القرآن تجيب عنا وتجيب علينا المؤمنون الذاكرون عند الذكر خاضعون خاشعون المؤمنون الذاكرون يسرون ولا يجهرون لا يجعلون الذكر ضوضاء كما قلنا في آداب الذكر المؤمنون الذاكرون يستشعرون الخوف والوجل يجدون القشعريرة في القلب اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى في وصف أهل الإيمان في أوائل صورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما أروع هذا الوصف ما أروع هذا الوصف الذي حاصر أهل الإيمان في هؤلاء إنما المؤمنون حقا إنما المؤمنون صدقا إنما المؤمنون الذين لا يخالط الرياء ولا النفاق شيئا من قلوبهم هم الذين إذا ذكر الله استشعروا الخوف والوجل وجلت قلوبهم أم الدرداء رضوان الله عليها تقول هل تستشعر حرق السعفة لو جبت كده سعفة نخل ولئنها بتولع وقربت منك هتجد في قشعريرة في بدنك أن يصيبك هذا الحرق البسيط هذا هو الوجل هذا هو الخوف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والوجل والخوف لا ينسيهم أنهم مع الله وأنهم إلى الله سائرون ولهذا يعودون إلى أنفسهم أنفسهم سريعا يعودون إلى الإيمان واليقين وإذا تليت عليهم آياته كما في قول ربنا تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وهنا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون لا أريد أن أطيل في الحديث عن الآية فالآية تتحدث عن نفسها لمن يفكر ومن يتدبر وربنا تبارك وتعالى يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وإذا نظرنا أيضا في قول ربنا تبارك وتعالى في صورة الحج في الحديث عن المناسك وذبح الأضاح والهج يقول ربنا تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حتى عند ذبح الهج وعند ذبح الأضاحي وعند رمي الجمرات وعند ذبح الهج في الحج يستشعر المسلمون المؤمنون هذا المعنى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ربنا وبشر فله أسلم وبشر المخبتين المخبتين هنا هم المتواضعون المخبتون هم المتواضعون المخبتون هم الوجلون المخبتون هم المطمئنون الراضون بقضاء الله المستسلمون له سبحانه وتعالى وانظر إليهم في مساجدهم كما في صورة النور يقول ربنا تبارك وتعالى عن المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب هكذا حالهم في مساجدهم لا يرقصون ولا يتميلون ولا يصفقون ولا يزمرون ويصفون مجالس الرقص والغناء واضطرب بأنها مجالس الزكر لا مجالس الزكر هي مجالس الوجل مجالس الزكر هي مجالس الطمأنينة مجالس الزكر هي مجالس زيادة الإيمان كان معاذ بن جبل يقول لبعض أصحابه وتلامذته اجلس بنا نؤمن ساعة يلا نؤمن اجلس بنا نؤمن ساعة كيف نؤمن في هذه الساعة نذكر الله عز وجل وكذلك نقرأ في سورة الزمر وانتبهوا معي إلى هذه الآيات لنقارن هذه المقارنة ونوازن هذه الموازنة بين القاسية قلوبهم وبين الذين تقشعر قلوبهم لذكر الله اقرأ قول ربك تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين انظر لهذه المقارنة بين من شرح الله قلبه وصدره للإسلام فهو على نور من ربه يعبد الله على نور من الله يرجو ثواب الله يترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله والنور هنا هو نور الهداية هو نور السنة والهدي والاتباع يعبد على بصيرة لا يعبد بالهوى لا يعبد كما يزين له عقله أو تزين له نفسه الأمارة بالسوء المقابل ايه؟ هناك من تقسو قلوبهم عن ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث القرآن القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم والله وصف لا يحتاج إلى تعليق اللهم ارزقنا الخشية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد اللهم اهدنا بهداك ووفقنا للانتفاع بدينك وذكرك يا أرحم الرحمين تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هم يخافون هم يخشون يخشون ربهم هؤلاء هم الذين ينتفعون بالمعظة سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى انظر للموازنة هذه يتذكر ويذكر الذي يخشى ويخاف أما من لا يخشى ولا يخاف يتجنب الذكر والمعظة فلا ينتفع بشيء من هذا الحقيقة أن هذه الآيات لا أريد والله أن أفارقها لكن اقرأ وأختم بهذه الآية أو بهذه الآيات قول الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تقول له لا تصلي في المسجد الذي فيه قبل يقول لك ليه لماذا درج المبارك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا اهدنا يا ربي اهدنا يا ربنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدنا إلى الصواب اهدنا إلى عين الحق الذي اختلف الناس فيه وحوله إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أسأل الله رب العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلة وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محرومة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيده فذكر إله العرش سرا ومعالنا يزيل الشقى والهم عنك ويطردو ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشردو ولكننا من جهلنا قلى ذكرنا كما قل منا لله التعبد